أهلاً بكم أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية متطوعين من عدة محافظات أن الأردنيين جسدوا خلال الفترة الماضية أروع قيم التكافل والتعاضض من خلال العمل الخيري والإنساني معبراً عن فخره بالمبادرات التطوعية وبنخوة الأردنيين وتجاوبهم مع تداعيات أزمة كورونا وقال جلالته أعرف حجم الجهود التي تفذلونها في خدمة المواطنين ونحن بخير بوجود نشامة من أمثالكم واستمع جلالة الملك من الشباب والشبات إلى قصص النجاح التي حققوها من خلال مبادرات متنوعة ومتميزة وكذلك إلى أفكارهم التي تستهدف تحفيز الشباب على المشاركة السياسية وتنمية العمل البرلماني والحزبي مشيرين إلى أهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك بهذا الخصوص واستعرض الشباب أيضاً مبادراتهم التي تجسد قيم التسامح والوئام بين الأديان والعمل التطوعي والتواصل الاجتماعي ومكافحة التطرف وقد شارك في اللقاء قائد كشافة دير اللاتين الزرقاء ركان فخوري الذي قدم إيجازاً عن مبادرة همتنا التي انطلقت قبل شهرين لخدمة الأهل في الزرقاء وبعض المحافظات وتقديم يد العون لكل من يحتاج من المساعدة الصحية والمادية والخدماتية وغيرها من النشاطات التطوعية لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة اشتركوا في القناة